في حظ معاك هي قوس الناس اللي حاسة ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قولنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هيبتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحرافتها هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت به لحاجة احسن العقبات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي تقل هتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شايف هي ايه واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة السلسية دي ان هو يحسنها ده موضوع تاني لا القرار ده يخص المادة اما ان هو يبيع يشتري يدخل انباس من ده ولا ما يدخلوش ايه اللي يعمله بالضبط هو محتار الكارك ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير واجمع المعلومات اجمع معلوماتك عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادر اخطاء فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدملك شيء ممكن هيكون هيقدملك نصيحة افتكر انه هيقدملك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعني حاول تسماع لي انا معرفش القوس مفتكرش ان هو من الابراج القيادية بس هو الايام دي واخد قيادة الكارتين دول بيدلوا على القيادة هنا انت اللي متحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي متفكر لنفسك اهو متفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان للمسك. تفكر وبتقرر للمسك. القطة اللي هنا دي. دي. افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك. دي شخص موقف حركتك. ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام اخت حد قريب منك بيقولك لا حاسب لا بلاش. لا واقف استمنى. فهمين قصدي؟ هو قلبه عليك هو بيحميك. هو فكر ان هو بيحميك. اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد. بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له. انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس. اسمع له. هلخص القراية. هنا فيها علاقة ثلاثية. وللاسف يعني المعنى التاني للكرت مالوش مكان في وسط القراءة دي. هو ملهاش اللي كبير. سوري. يعني معتقدش ان هو احتفال. لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية. في هروب من الحالة دي. بتحاول تهرب ان انت متواجهاش. وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك وعمال بتفكر. بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا جدا جدا. عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتبطي تتغير معاك. والحظة هيكون في اتجاهك وفي صلحك. في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها. ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده. والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع العلاقة الثلاثية ده. وممكن يكون حاجة تانية. ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية ومشكلة نفسية. اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يقص. في حيرة لحاجة تخص المال. جمع معلومات. اوكي. وفي صديق قديم او قريب ليك حد قريب. بقالك فترة مشوفتوش حيجي ويقدم لك نصيحة بالنسبة للموضوع ده. يريد تسمع. ده ملخص القراءة. القراءة حلوة. ما فيهاش مشكلة. هي بس موضوع العلاقة الثلاثية ده. ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك. مش بمزاجك. يعني مش حاجة وحشة منك. مش خيانة يعني. بس انا حاسة الطاقة واصلالي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي؟ مش عيب. يعني نعترف بالخطأ. او نحاول نصلكه يعني. العقرب حاضر يا قال ما قريب قوي. حبيبتي هقوله. يا لودا مرسية روحي تسلمين. بلا بطيخة. مرسية ام الحياة. امري الحياة. حاضر. حاضر. عالك السلسية منتبرت هو اول من الشري. ابتسام انا حستها من طرف القوس. لان القوس بيهرب. واللي بيهرب بيهرب لان هو حاس ان هو عامل حاجة غلط. بس ايه التعبان من الخيانة يعني. ممكن جدا ما قد انا قلته. ممكن يكون حاسس بتقنيب ضمير من الحالة اللي هو فيها. كلم صح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي. يعني ايه علاقة السلسية النجوة. يعني علاقة فيها تلت اطراف. يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين. اسمها علاقة سلسية. ان شاء الله يا نورك اسلاميلي انتي يا حبيبتي. ايه؟ كي هنا انس عمران انا مش فهم ما بتقول ايه. فدوة حبيبتي انتي ممكن تدخلي على جوجل. اكتبي اللي انتي بتقولي ده. نسبة التوافق. جوجل هيقولك ايه. احنا هنا بنشوف الطاقة. ما بين البرج والشريك بتاعه. يفهمتي قصدي. الله يرضى عليك يا محد يسألني السؤال ده. بجد ما حانش يسألني سؤال ده. ده سؤال حتلاقه واجبته على جوجل والله. مقالات كتير قوي كانت باب موضع ده. نسبة التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي. I love you too. الله يحفزك بشكورك يا نجات التوريكي بشكورك حبيبتي. اللي بتي كله صحي. Merci Amira قوي. بشكورك. هيا انا ولا ممكن شخص تالت بيدخل دي من الاثنين. لا يا سالمة. انا مش شخص تالت بيدخل دي من الاثنين. لا. في علاقة او قلتلك مش هزم تكون علاقة كاملة. ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني. يا رب يا كريم. وعليكم السلام يا كادا اهلا. اقل منبوغ الشخص من حد متواجد من مجرد حاجة بوانا مش اكتر انما مفيش علاقة سلسائية. حلو جدا انا اقتلك يا دين. انا مش لازم تكون علاقة كاملة. خالص. كلمة تقول عن الدلو كان صح. مرسيا جهان. اه الدلو كان كالطراءة فضيعة. انا بيدي ممكن برج العقرب. قريب جدا يا فلاور تولب. هي تولب مفروض. قوية ولا مصر جواية كتير. بشكرك يا مازن. ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها. دي اهم حالة. ما بيش حظ معايا خالص. ليه يا لولا. ما احنا بنقول القوس اهو. والقوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية. محمد لو عايز قراءة خاصة. فليز ابعت للصفحة. ونقولك تعمل ايه. كيف نتوصل معاك خاص. ابتسامة بعتي رسالة على الصفحة ورد عليك يا حبيبتي. انا بعتزل الناس على المسجات. بقى لي فترة مش بقراء المسجات. بس هركز اكتر الايام دي. تفورميشن دولي جيب موست. بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العطفية ايه بقى بالمناسبة العلاقة السلسية دي. بس هتبقى علاقة وبقى بقى نهي شريك. مولف علاقة سلسية ده. يعني محير. انا بركت. محير صراحة. محير صراحة. محير صراحة. طيب. القوس عايز ايه? القوس في المرحلة دي عايز يبعد. عايز يمشي. او كي? عايز يمشي. او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراء. وكل قارئ بيشوف الكارت زي ما الطاقة وصل له. انا التقطقط ما بتوصليش ان هو انفصال نهائي. انا بتوصلي ان هو مجرد بعد. يبعده شوي. يحس ان كل واحد يفكر ويشوفه عايز يعمل ايه. القوس عايز يبعد شوي. او كي? لان عنده الموج طالع نازل. طالع نازل. الدنيا عنده مش مستقرة. لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة. يعني عنده شوية لخبط. نفسه في حالة استقرار. يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها. انا مش عارفة ايه الوضع. لكن هو مش في حالة مستقرة. عطفية انا. كويس؟ القوس شايف شريكه ازاي؟ شايفه طاقة خير. طاقة. وخير من ربنا. خير ربنا بعد. انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا. حاجة ما بعوتها من ربنا. وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير. يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده بطاقة الخير. الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة. حاسين بخسارة. اللي اتنين. ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر. ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات غليين على بعض. طالما حاسيته بالخسارة. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني. ما فقدش الامل مش عايز يبعد. عايز يشتغل عليها تاني. وعايز يقدم لشريكه مشاعر. يعني عايز يقدم له ده ال Page of Cups. عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه. وعايز يوري له مشاعر اكتر. وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس. يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس. بس هو محتاج شوية شغل. عايز شوية تصبيت. لكن هو في الاساس شخص كويس. في بخل في المشاعر. ما كله ماسك على المشاعر ومسيطر عليها. شهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تكبر. متكبرين على بعض. وزي ما تقول كل واحد انا عملتلك انا سوتلك. انت مقدرتش انت معملتش. لكن الشهر التالت هيحصل حاجة. فيه عملية ترويد لحد. افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس. بما ان القوس اللي عايز يبعد. هو اللي عايز يبعد. افتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده. هو القوس. هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي. فحيبتدي شريكه يروده. وهيروده بالراحة. هيحاول يفهم هو عايز ايه. هيحاول يقرب وجهات النظر. ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز. هيصلح بعض. هيبتدي يصلح العلاقات. العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة. لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مضبوطة. وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي. واضح ان الشريك. كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة. فدي له الحق ان هو يبتدي يفكر في حاجة تاني. فطالما هيبتدي يصلح الغلط. يبقى برافو. وعاف الله عما سلف. ونبتدي نصلح. وترجع على المية المجليهة وكما كنت. زي ما تقولوا انتم حاسين بخسارة دلوقتي. حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة. وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت. واحسن. ترجمة نانسي قنقر.